عسلك تحديدا عن أكرم توفيق ليه من وجهة نظرك أكرم توفيق مش أولوية عند مارسي القولر أكرم توفيق كان لعيب ديفندر كويس قوي في فترة من الفترات والناس كلها كانت شايفة أنه جاي بشكل كويس حلو علشان تحط العيب في قلب الملعب وتشيله تحطه على الطرف ده موضوع هياخد وقت طويل جدا علشان هو يبدأ يكتسب واجبات المركز الجديد وبالتالي اللاعب ده لما غاب فترة للإصابة مش قادر يرجع للمركز بتاعه تاني ما بين انت تكون على الشط وتكون في قلب البحر حلو ان انت تكون حتى لو شفنا الهيت ماب بتاعت بتاعت أكرم توفيق في المباراة الأخيرة اللي لعبها كدفندر هتلاقي كلها ناحية اليمين مش بيلعب الهيت ماب ليه لأنه هو اللاعب اكتسب لفترة طويلة ونجح في الحتة دي هو مش بس اكتسب واجبات المركز وقدر انه هو يتحول من ديفندر لباك رايت ده وصل انه هو كان باك رايت المنتخب مصر وبالتالي هو ركز في المكان ده قوي في واجباته قوي في الحتة دي وبدأ انه هو يبقى رقم واحد محتاجي أقرى فترة عشان يرجع اساسي في اللاعب محتاجي يتمسك بفرسته كباك رايت لأن عشان يبقى تفندر انا احساسي عشان يقدر يرجع للمركز ده هي حاجة صعبة شوية ولكن هي مش مستحيلة وبتحصل في العالم كله انه هو يبدأ يطلب من الجهاز الفني انه هو ينزل يلعب مع فرية الـ2003 في الحتة دي علشان يبدأ ياخد مباريات كتير كلعيب دي فندر لو هو شايف ان فرسته في وجود اللاعب اللي موجودة في النادي الاهلي بتضعف كباك رايت والله فكرة حالة ومستفيش لعب لابي لعب فريق أول عشان نجم طبعا عنده الساعة دي يعمل كده وان كان ده هيبقى مفيد جدا بالنسبة ده